سيتضمن قواعد بداية هامة في اللغة التركية وتستخدم كثيرا في البداية نعتزر عن نسيان الحرف هي في درس البارحة وذلك بسبب سرعاتنا في إنجاز العمل الحرف هو هي يكتب هكذا وإيضا كذلك ومثال على هذا الحرف هو هستاني هستاني تعني مشفى سنبدأ اليوم بمراجعة بسيطة للأحرف مع تصنيفين تقسم الأحرف في اللغة التركية إلى قسمين صوتية وساكنة سنتعرف عليهم معا سنبدأ بالأحرف الساكنة الأحرف الساكنة تعني في اللغة التركية إن سيز لير إن سيز لير وهي ب ج تش د ج المخففة يوموشاك جدامك ه ه ج ك ل م ن ب ر س ش ت ت اما الأحرف الصوتية التي تعني في اللغة التركية إن لير فهي باقي الأحرف أ أ إ إ أو أ أ أ أ لنكرها أ أ أ أ إ أو أ أ أ أ أ أ تقسم الأحرف الصوتية إلى مجموعتين الأحرف الساقيلة كالن إن لير والأحرف المخففة الخفيفة إن جي إن لير الأحرف الصوتية عبارة عن سمانية أحرف قسمات إلى قسمين أربع أحرف ساقيلة وأربع أحرف مخففة كالن إن لير و إن جي إن لير الأحرف الساقيلة هي أ إ أو أو الأحرف المخففة هي إ إ إ أو نلاحظ أن كل حرف الصوتي ساقيل يقابله مسيله المنقوط من الحرف الخفيف هذه المجموعتين من الأحرف الساقيلة والخفيفة هم الأساس في جميع قواعد اللغة التركية وسوف نرى ذلك في الدروس القادمة ننتقل الآن إلى أول وأهم قاعدة وأكثرها استخداماً وهي قاعدة الجمع قاعدة الجمع هي عبارة عن ملحق يضاف إلى الكلمة الأساسية وهذا الملحق يتعلق بنوع آخر حرف صوتي موجود في الكلمة المراد جمعها أي إن كان آخر حرف صوتي في الكلمة حرف ثقيل نضيف لار وإن كان آخر حرف صوتي في الكلمة هو حرف مخفف نضيف لار إذن قاعدة الجمع عبارة عن ملحقين هما لار و لير لنأخذ بعض الأمثلة عن قاعدة الجمع آخر حرف صوتي في الكلمة هو آ سقيل إذن نضيف لار الكلمة الثانية هي بلك بلك تعني سمكة ننظر إلى آخر حرف صوتي بها آخر حرف صوتي هو إ إ هو حرف صوتي سقيل إذن نضيف لار الكلمة التي تليها هي جيف 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 تعني سوس أخذناها في الدرس السابق ننظر إلى آخر حرف صوتي هو إ إ حرف صوتي مخفف منقوط كل الأحرف المنقوطة هي أحرف مخففة جيف جيف نضع لار الكلمة التي تليها جوز لك جوز لك تعني نظارة ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة هو أ أ مخففة إذن نضيف لار الكلمة التي بعدها أورانجي أورانجي تعني طالب ننظر إلى آخر حرف صوتي تنتهي ب إ إ حرف صوتي منقوط إذن مخفف نضع لار الكلمة التي تليها إ آخر حرف صوتي في الكلمة هو إ إ حرف صوتي مخفف إذن نضع لار الكلمة التي معنى كلمة إف بيت الكلمة التي تليها هي يمرت يمرت يعني بيض ننظر إلى آخر حرف صوتي هو آ آ آ حرف صوتي سقيل إذن نضع لار إذن الأحرف الصوتية السقيلة تأخذ لار والأحرف الصوتية المخففة تأخذ لير ننظر إلى آخر حرف صوتي من الكلمة إن كان سقيلاً نضع لار وإن كان مخففاً نضع لير قاعدة الجمع سهلة جداً لطلب الوظيفة يرجى مرسلة الصفحة ننتقل الآن للتعرف على مفردات جديدة نستعملها في حياتنا اليومية الأشهر الأشهر في اللغة العربية وتعني في اللغة التركية آي لار كما لاحظنا الكلمة تعني آي لار آي تعني الشهر ولجمعها وضعنا ملحق لار لأن آخر حرف صوتي هو سقيل آ وضعنا لار آي لار تعني الأشهر لنبدأ أجاك أجاك شبات شبات مارت نيسان مايس مايس هزيران تموز أجابة أجاك 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 الأشهر لا دعي لقراءتها باللغة العربية ننتقل الآن لشرح الأيام يوم تعني كلمة يوم تعني جون وتم جمعها بلير لماذا؟ لأن آخر حرف صوتي في كلمة جون هو حرف منقوط مخفف نضيف له ملحق للكلمة هي لير إذن جون لير تعني الأيام الاثنين هو أول يوم هو أول يوم يبدأ به الأسبوع في تركيا لذلك بدأنا به الاثنين سال سال ن说 جمعته 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 بزار بغن جمعة بغن 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 هذا الهوم بغن جمعة اليوم هو الجمعة لنأخذ لمحة سريعة عن درس اليوم لنبدأ بالأحرف والتصنيفه أخذنا الأحرف الساكنة وأخذنا الأحرف الصوتية التي هي الأحرف الساكنة هي ب ج ج ج ج ل ن ن ن ن ن ن ر س ش ت أما الأحرف الصوتية هي سمانية أحرف تقسم إلى مجموعتين الأحرف السقيلة أما الأحرف المخففة والتي هي و بالنسبة لقاعدة الجمع ننظر إلى آخر حرف صوتية من الكلمة إن كان سقيلاً نضع لار وإن كان مخففاً نضع لار لنجمع تلك الكلمتين الكلمة الأولى هي ساعة والكلمة الثانية هي كلمة حرف تعني حرف تلك الكلمتين هي حالتان شازتان في اللغة التركية لا ننظر للحرف الصوتي بل نجمعه هكذا إن نظرنا إلى الحرف الصوتي هو آ يجب أن نضع لار ولكن هي حالة شازة يجب أن نضع لار وأيضاً كلمة حرف حرف ليست حرف لار نضع حرف لار لأنها كلمات دخيلة من اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر